مرحبا بكم هل من الممكن ان تقوم بغسل شعرك بكوكاكولا؟ لقد شاهدت هذا الموضوع اكثر من مرة على اليوتيوب العديد من الفتيات يقومون بغسل شعورهن بكوكاكولا وذلك من اجل الحصول على شعر مفروض وناعم تجربة جديدة للغاية وبجانب انها غير مكلفة هل لديك الجرع لغسل شعرك بكوكاكولا؟ ولكن قبل ان نبدأ الفيديو لا تبخل علينا بالاعجاب والاشتراك في القناة وحتى نستمر معكم باذن الله قامت العديد من الفتيات بتصوير تجربتهم مع الكوكاكولا ورفع الفيديو على اليوتيوب حتى يقدم لجميع نتيجة تلك التجربة المثيرة وبالفعل سوف تشعرين ان الشعر اصبح مفروضا وناعما دائما ما تبحث حواء عن العديد من الطرق والوصفات من اجل الحصول على شعر ناعم ولقد قامت احد العارضات سوكي وتراوس باستخدام الكوكاكولا على شعرها بعد مشاهدتها لتلك التجربة فقررت تجربتها وقامت بذكر التجربة التي مرت بها ولقد قالت انها تقم بغسل شعرها بكوكاكولا حتى تحصل على الشعر المفروض والناعم كما تتمنى هناك بعض سيدات اصبحوا يستخدم الكوكاكولا بديلا للشامبو وبعد ان اثبتت الكوكاكولا نجاحها على الشعر وبالرغم ان العديد ينصح بان يتم استخدام الكوكاكولا بعد الشامبو الا ان الكثيرون ايضا يستخدمونها بديلا للشامبو انها وصفة جديدة وغريبة ففي الحقيقة دائما نفضل استخدام المواد الطبيعية مثل الفاكهة والخضروات والزيوت الطبيعية لكن الغريب هو استخدام الكوكاكولا والغريب بشكل اكبر هو اقبال سيدات على استخدامها بشكل كبير وطريقة الاستخدام والمكونات التي سوف تحتاجين اليها هي كالاتي اثنان عبوة من الكوكاكولا بالنسبة للشعر الطويل وواحدة للشعر القصير وبالتأكيد عاءا سوف تقوم بغسل الشعر به واختر المكان الذي يريحك ومنشفة للشعر يجب ان ترتدي ملابسا غامقة عند استخدامك تلك الوصفة وايضا ضع المنشفة على المكان الذي سوف تقومين باستخدام الكوكاكولا عليها وعندما تبدأين في وضع الكوكاكولا ابتعد تماما عن العين وابدأي في شطف الشعر جيدا ووزعيها على الشعر بالكامل وبعد ذلك اترك الكوكاكولا على الشعر لمدة 5 دقائق وقم بشطف الشعر بعد ذلك وتمتع بشعر مفروض ورائع شكرا لكم لمتابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك بالقناة